مصطفى كميل نابلي مرحبا عسلامة أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك سي مصطفى انت بحضان أساسا لأنه كتاب جديد هو ما زال مخرج إن شاء الله غدو يخرج غدوة نقرها بالسوري جيكروات وجور ما زلت أؤمن بها ولا ما زال عندي فاثقة بوتاتر وما بعد الكارثة تونس ديمقراطية ومزدهيرة هذا هو العنوان هذا هو العنوان متاع الكتاب نهار تحب تحضره في التوقيع متاع الكتاب هذا اللي بشيكون نهار السبت الاربع متع العشية في مكتبة الكتاب في المرسى كتاب يقدم محافظ المنك المركزي مروان العباسي ويصدر عن سيود ايديسيون دار النشر سيود ايديسيون دار الجنوب للنشر تحبي تقول به الكتاب لأنني مستم مقرتوش هذا كاش ما نجمش ندخل في تفاصيله مقرتوش دار مخرج الفكرة الاساسية هو اللي احنا في تونس ينشوفوا تاريخنا في العقود الاخيرة اما عنا شوية نجاح اقتصاديا وتنمويا لكن في نطاق نظام سياسي وتقراتي وديكتاتوري وإلا بعد ثورة تخلنا في تحول نحول الديمقراطية لكن الجانب الاقتصادي وال performance economic ضعيفة قادنا كنا من نجموش نمشيوا على زو السقين وأنا حبيت نقول اللي في تونس نجمو نمشيوا على زو السقين ماعناه نجمو يكونوا بلاد ديمقراطية فيها الحرية لكن في نفس الوقت بلاد نجم تكون فيها التنمية وفيها الرفاهية هذا اللي نؤمن به نعمل لأن تونس نجم تكون في نفس الوقت تنجح سياسيا وديمقراطيا وفي الحرية وتنجح في جانب الاقتصادي والاجتماعي وهذا هو اللي لوجه عليه وما زلت بعد ثمانستماوات من تجربة على الانتقال الديمقراطي أن الامكانية هذه موجودة وتونس نجم تنجز هذا لكن الشي مش سهل وحبيت نقدم بعض الاقتراحات بعض الأفكار بعض التصورات كيف نجمو نصل لهذا عشرة محاول أساسية في الكتاب حسب بعض التسريبات دانك ممكن نعود التذكير بالإيسار وصف تفصيل للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والمالية تلك الفترة اللي عقبت ثورة إلى حدود سنة 2018 والاجراءات المتاحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ونتي ترى أنه بداية الأزمة الاقتصادية في تونس بداية من 2007-2008 الأزمة الاقتصادية في الكتاب هذا هذا اللي تقوله تقول أيضاً أنه تعاقب سبعة رؤساء حكومات بعد الثورة حدود حكومة تراجع الانتاج التدهور الوضع الأمني خسرتنا قرابة 42 مليار دينار بين 2010-2018 هذا تقوله في الكتاب؟ بالحاجات الكتاب هو بطبيعة الحال مركز على ثمانة سنوات الأخيرة وفيه حديث حول ما سبق لكن ما هوش مطول لأنه مش الهدف المتاعي لأنه الحديث حول ما قبل 2011 يزمه كتب مش كتاب واحد ولذلك بعجالة تكلمت على ما هي والوضع قبل الثورة وشنوما نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة وكانت نقاط ضعف موجودة وكانت نقاط قوة لكن هذا مش هو الهدف المتاعي لأنه هذا موضوع طول وفيه كثير ما يقال لكن التركيز على ثمانة سنوات الأخيرة ثمانة سنوات الأخيرة حاولت نقول شنو اللي صار وعلاش اللي صار هكا وبعداش شنوما الحلول وشنوما الأفاق ورسالة الأساسية اللي حبيت نقولها رسالة الأساسية ما غير من دخل في التفصيل وأنه من ناحية الاقتصادية وصلنا إلى الأزمة العميقة وناس كلها متفاهمة اليوم اللي احنا في أزمة وإحنا كنا نقلو فيه هذا من سنوات رانا في الأزمة وراه الأمور صعيبة وباش تصعب بالكل طالب اللي خلي مثال اشتوى للأمور تتريجل لأن الأمور ما تتريجلتش ما يشقع على تتريجل لأنه فما زوز غلطات أساسية صرت من ناحية سياسية تلهينا وقلنا نتلهاب بالسياسة ونتلهاب بالمشاكل السياسية وهي هامة وهامة جدا وخلينا المجانب الاقتصادي على روح مثل هناش الأمور الاقتصادية وهذه غلطة وكان يقال والكثير يقول أنه توا يتعدى الأمور توا التحاول الديمقراطي يسير والاقتصاد يرجع ولكن الأمور بش تصير بطبيعتها لا ما تصيرش بطبيعتها الأمور دي كما تلهاش بها وما تسيرش الاقتصاد كما يلزم يهرب عليك وتدخل في أزمات هذه الغلطة اللولة الكبيرة اللي صارت أنه ما عطيناش الاقتصاد أهميته وما تلهناش به كما يلزم وفي الكتاب أنا هنشوف هذا مطولا ونقول كيف يصار والحاجة الثانية حتى وقت نتلهو بالاقتصاد وقت نتلهو به تلهو به بالطريقة الغالطة علش في عوض نواجهوا المشاكل ونشخصوها وشنين الأسباب المشاكل بتاعنا ديما نشوف الحلول الجانبية ونشوفوا شنو المشكل منين جاي أنتي تقول لي طيب نعرفك تقول لي التشخيص خاعدين نعملوا فيه والناس كل تشخيص لا مانش متفاهمين على التشخيص سمحني أنتي تسمع في البلاتو هذا ونشوف ونسمع في الكثير وانا نازل تقول لك هاو التشخيص التشخيص رهم تقول ليش فهم هالبلاكة هذي حامرة هذك تشخيص أما شكون علش حامرة وشكون عملها حامرة ولا تمشي في الطريق في حفرة علش فهم الحفرة مش تقول لي حفرة في حفرة طولها ميترو وعرضها نصف ميترو هذي نسكن نجمونا نقلونا نعودو وهذا قاعد يتعود هذا مش تشخيص التشخيص هو نفهم أسباب ومسببات المشكلة اللي انتي فيها ده مش الناس كل تعرف سمصر كمان نابلي أنه قاعدين نصرفوا أكثر منطقتنا أنه ميزانيتنا ارتفعت من أجل الأجور أنا احنا قاعدين نتسلفوا باش نخلصوا أجور أنه عنا انتاج متوقف من 2011 إلى اليوم في مواقع حيوية الانتاج ونتكلم بيترول ونتكلم ونتكلم غاز ونتكلم وفهم حتى استكشفات ماشتقادة تصير ونتكلم على الفوسفات أنه فما مؤسسة عمومية باركة وأحنا مش عارفين نلقاو فيها حال ومجنوش نلقاو فيها حال وعليش هذا الكل صار اي اي هذا كل نعرفوهم اي عليش هذا صار والسؤال الكبير عليش هو أنه تونس من 2011 اليوم عاشت خلافين كبار كبار نحكي على الخلافات والصراعات صراعين كبار أنت قلت عملنا غلطين أنا نقول زوز صراعات كبيرة اللي هي صراع ايديولوجي مجتمعي وعشنا به وكذا وصارت فيه أزمات كبيرة وما زلنا نعيشه من 2011 أيضا اليوم بالتوازي صراع أيضا اقتصادي لمشروعين مختلفين أنت ترى أنه لابد من إنقاذ المؤسسات العمومية أو الميزانية أو الانتاج بهذه الطريقة وفما نقيذك فما واحد قدامك يقول لك لي ليس بهذه الطريقة وهذا مش هذا التواجد تمشي في تونس ودولة إزم تكون عندها الدولة المجتمع الاجتماعي متاحها وتونس دولة اجتماعية وهذه مؤسسات تعد دولة وهذه ملك الدولة وهذا الدولة زي ما تحكم فيه وهذه قطاعات زي ما تكون عند الدولة استراتيجية وكذا دوك لهنا هذو من خلاف معرفنش حلو وعليش معرفنش مهذا علاش كنت تعرف هذا الكل كنت تعرف هذا الكل أعطيني شنوه البرنامج السياسي والعمل السياسي اللي صار في هذا المجال أعطيني أعطيني شنوه المبادرات اللي صارت لحل المشكلة هذا للوصول إلى وفقات وأنا نذكرك في القاعة هذه في 2016 تفكر جيت تحدث لك على المبادرة اللي قمنا بها في أوائل 2016 من طرف جماعية الاغساطة دونس حول الخيار القبرى لتونس وجيت في القاعة في الميكرو متاعك وتحدثنا فيه قلت لك كرانا في تونس يلزمنا نوصله نجده وفاق حول الخيارات القبرى فين وصلنا فيه هذا قدمنا فيه من 2016 أحنا 2019 اليوم ثلاثة سنوات قدمنا فيه لا ما تقدمناش حتى فماشي مبادرة سياسية فماشي حزب سياسي فماشي شكون اللي حاول يواجه الموضوع هذا ما فماشي هذا هو نقول لك صار صراع بيننا نحط الأمور على الفيتارة بش ندعونا نحكي وبوضوح اليوم لاتي حاد عام توسي شغل يقول أنه مش نقدمه فاج أسار لتونس بشي قدم رؤيته لجملة حلول ومقترحات اقتصادية واجتماعية للبلاد بينما في الثلاثة سنوات واربع سنوات الأخيرة نعيشه سراع بين السلطة بتنوحها وحتى من قبل والاتحاد العام توسي للشغل حول الخيارات شنو نعملو في الموسطة العبومية شنو نعملو في التوجيه الدعم إلى مستحقي شنو نعملو بشتراجعوا والواحد شفت كيفيش شفت كيفيش وصار صراع سمحني صارت معركة صارت معركة لأنه الصراع متحلش بهذه متحلش بالطريقة هذي لأنه صراع الاتحاد تونسي للشغل شنو الأشكالية اللي يطرحها وش قلت العدلة الاجتماعية يقول لك شنو العدلة الاجتماعية في البلاد هذي كيفيش ويقول لك شنو الحل متاحها احنا حل ناشي نقاش حول العدلة الاجتماعية في تونس النجم نقعد ونحكيه على الأجور منشيره ونحكيه على الموسطة العمومية منشيره إلى خيره لكن هذه الكلها داخلة في موضوع أشمل في تصور أشمل شنو تصوره متاعنا كاتوانسة للمجتمع عن طعنا شنو دور الجباية في تونس متل جمش تقول اللي نقعد سيون ديالوك دوسور خاطر قاعد صار اللي صار في السنوات الأخيرة بين الاتحاد وبين الحكومة سيون دالوك دوسور كل حد يغني يغني وجنح يرد عليه وقاعد في موقع وقاعد في موقع من نجم ونجاوزوها إلا ب نقاش كامل وشامل يكون الأطراف الكل فيه مش الاتحاد والحكومة مش رأس رأس مش حدا ما هم الأطراف الوحيدة أطراف أخرى الأعراف منشيرة والفلاحين منشيرة وكل الفئات الاجتماعية الأخرى يجب أن يكون موجودة حول الطاولة والمستهلك والمنتج والنسكوليز بتكون موجودة هذا ما صارش مش هوناش حتى مبادرة المبادرة الوحيدة اللي كانت مفروض أنها تقوم بهذا هي قرطاج واحد وقت رجل سنين لكن بنيت على أساس غالط لأنه الهدف منتاحها ما هوش حل المشاكل ومش رؤية هدف منتاحها كانت سياسة ويا بحتة تغيير أشخاص بأشخاص أشخاص بأشخاص ومش برامج ومش رؤية هذك عليش يجب أن يقوله يجب أن التشخيص يكون واضح بش تكون الحلول كذلك واضحة وهذا اللي ما صارش اليوم وهذا اللي نحب نأكد عليه يقول يلا وليز من المشاكل تخرج من تحت الطاولة لفوق الطاولة طبيعي لأنه ما تجمش ما نجمش نقدمه إذا كان كل حد عنده النواية منتاحه الخفية ولا ما نجمش نقدمه إذا كان نفهم موضوع موساطة العمومية إذا كان نفهم موضوع في الموساطة العمومية لا ي Invest Horror ما المشاكل منتاح الموساطة العمومية التسيير المتاحة المتاحة من سنوات من سنوات أعطيني أنا أديت متاع المالية العمومية علش ما سيرش ونقعد ونسمع الاتحاد يقول لا موجود الفلوس عليك أن تشوف تستعمل الأموال متاعك والحكومة تقول لا احنا ما عناش ما عنديش فلوس يا أخي أعطيني عملية نكونوا شفافين نعملوا أديت الموسطة العمومية نعملوا أديت متاعها الكل ونشوفوا منين الأسباب تونيسار علش تونيسار هاو نهار كل طالعين تونيسار فموديت تعمل تونيسار فموديت تعمل خمسة مؤسسة لكن فيماش ينقاش فيماش قرارات الشي اللي نشوفوه اللي دي تصير صارت خسايا متاعتي تونيسار 300 مليار ولا 500 مليار تصوب الدولة 500 ونعاود روبلوت هذي مش حلول هذي ترقية طيب هذي اللي ساير في بلدنا نرجع مرة أخرى في المرحلة سيراء إديولوجي وصيراء مصالح مصالح بطبيعة الحالي الاقتصاد الاجتماعي كلها مصالح مصالح مغلفة باليديولوجي ما سمحني رهو ما فيماش حتى مشكل أنه طبيعة هذي كطبيعة المجتمعات وطبيعة الدول أنها فيها صراعات حول المشاكل مصالح مصالح مختلف الفئات ما فيش حتى شك هذا موجود في كل بقعة لكن هي طريقة تتعامل معها هي المشكلة قال لي أحنا في تونس وهذا اللي أكد عليه في تونس قال لي كل مرة دي مشكلة نخبيوها منواجههاش نحاول نخبيوها ونحاول ونلقاه حل جانبي وهذا اللي وصلنا للأزمة مهر مش وجود المشاكل راهو طبيعية وجود المشاكل في كل دولة يمشي فهنا اللي عنده فاها المشاكل هذي قال لي ولا السويد فهل نفس المشاكل السويد كاش خرجت في تسعينات من الأزمة متاحها السويد في التسعينات في أول التسعينات كانت في أزمة كيتونس اليوم كاش عملوا قعدوا مع بعضهم قعدوا مع بعضهم نقابات وحكومة وحزاب وكل وقلوة هوا كيفاش بش نحلوا المشاكل متاعنا هوا ش معناها العلاقات الاجتماعية هوا ش معناها سياسة الأجور هوا كيفاش وقع الوفاق حول هذه الأشياء الأساسية وهذا كانش خرجت والسويد أصبحت من أنجح البلدان هذا هو هذا هو المطلوب اليوم اليوم طرح هذا مش موجود نحن نشوفه في كل عمل السياسي كان كل حد شكون إكس وشكون إجراج اللي هو بش يطلع وشكون اللي بش يتسمى وشكون رئيس حكومة وشكون رئيس جمهورية وشكون صوت مش هذا مش هذا مشاكل تونس وشكون يسب أكثر وشكون يسب أكثر وشكون يحلي صوته أكثر تقول لي علاش ما نظهرش في المدة الأخيرة لأنه عيت بالعيات والزيات إي بو هذا ما يخليكش معني ما أعطيكش حجة بش تغيب لا أعطي لا بشكور رايك الناس قدمت خذيت ركول جدي سيدي قررت بش ناخد شوية ركول ونفكر ونقدم شيء عملي للتونس وهذا هو الكتب هذا هو تقديم لجملة أفكار بعد عدد أشهر من التفكير فيها مصطفى كمان نابلي الكتب هذا هو مقدمة لانخيرات في مشروع سياسي مثلا أبدا الكتب هذا ما عنده حتى صيلة بأي مشروع سياسي بترشح كرياسة مثلا لا لا علاقة له بهذا تماما نحب نأكر لك نجم من لا نحب نسأل معادي الحق لا عنك الحق مش تنسل جاب لك نحب لك نكون وضوح أنه عداد الكتاب من بدايته والكونسيبسيوم بتاعه ما عنده حتى علاقة بأي مشروع سياسي وخرج وقت اللي خضر لا تخر بنهار ولا تقدم بنهار أنت ترشحت في 2014 للرئاسة ما عادي أنه في فترة حملة انتخابية قبيلة حملة انتخابية في سنة انتخابية في العالم الكل وانت عشت بره عشت برشا لبرا ده نشوف أنه مرشحين الرئاسة يخرجوا كتب في وصل الحملة الانتخابية اللي يحطوا فيها أفكارهم وبرامجهم بش الناس نقشهم عليهم وهذا شي جيد وممتاز برشا لو كانت كل الناس تعمل هك خرجوا لنا كتب فهم أفكاركم بش نجمو نقشوكم ما ياريت حاجة هاي ليس فهم أفكاركم مش سببان إيكس ويجراغ لا فهم أفكاركم مش جمو نقشوكم وهذه حاجة باهية وكذي ترشحت في 2014 تخرج كتاب في وسط في سنة انتخابية عادي جدا باش أنا نستنتج مباشرة ومصطفو كمال نابلي سيترشح أو يريد الترشح مرة أخرى لانتخابية 2019 لرئاسة ياريت ياريت هذا موجود ياريت ترشح لا لا ياريت اللي بش يترشح عنده يقدم أفكار ويقدم كتاب إلى هذا لكن هذا مش ميزانا مصنعش إلى هذا ولذلك أنا سبعة شهور سبعة شهور لها سبعة شهور لكن قد لك أنا عديت الكتاب هذا وأنشرته ليس له علاقة تماما بأي برنامج عمل مش عمل سياسي بأي برنامج ترشح أو دخول في معناها إنيسياتي مبادرة سياسية أبدا تماما تقول لي عنده محتوى سياسي بطبيعة الحال بطبيعة الحال محتوى كله سياسي والأفكار بكلها تنجم تكون أساس لتفكير في برامج سياسية طبيعي لكن نجم نقول لك بسيفة واضحة ونجزم لك أنه عندما كتبت ما كتبت ونشرط ما نشرط لم يكن في نطاق أي برنامج سياسي محدد ناحي الكتاب على الجنب عيوة مش ترشح في 2019 فما الفكرة على أقل مازات مطروحة تبكر التجربة 2014 أنا العمل السياسي لأنه موجود في ساحة سياسية وقال نتحدث معناه مش موجود أنا ما عنديش حتى برنامج شخصي حتى مبادرة شخصية يا ترشح كما فعلت في 2014 هذا مش موجود ولن ولن مش موجود التعامل السياسي متاعي اليوم هو في هذا النتاق هل نقول لك كل وضوح ما عنديش حتى شيء من هنا أنه أنا نعتبر أنا اليوم لا يكون العمل السياسي ناجح ألا في نتاق تجميعي وليش سخصي المبادرة شخصية حسب رأيي لا تفيد ولا تنفع هي المبادرات تجميعية هي الأساس وأعتبر أنه المبادرات اللي متكونش مبنية على برامج ما عندها حتى معنى معنى والمبادرات اللي متكون مش مبنية على أخلاق سياسية ومبنية على سلوك أخلاقي ما عندها حتى ما عنداش معنى بالنسبة لي أنا وما ندخلش فيها ولذلك أنا النجح بندخل في مبادرة سياسية تجميعية عندها برنامج وتلتزم بأخلاق سياسية معينة إذا كان فما هذا شو دخل بيصيفتك كشخص كشخص كمنخرت منخرت ونحاون بكل بكل طرق الممكنة أنا شخصيا ما فيماش حتى شيء آخر سي مصدر كمال بدخل الكلام هذا لا ما ترطار شنو ترطار شنو المشكله وشنو المشكل يا سي أبو بك شنو ترطار ركوة بركوة ترطار علاش ترطار علاش يعني شبيه ما ترطار علاش وذا كان ما ما فيماش وذا كان ما تقدمت مش أنت ما أنا نحكي على المبادرات التجميعية كل حد يخدم لأن وجودك أنت وغيرك في مشروع سياسي يقوي الأفكار موجودة الاتصالات موجودة تنجح تنجحش هذا شيء آخر لكن مش بدات اليوم مش بدات اليوم شنو المشروع اللي تراه اليوم الأقرب أنه صالح للتوينس لو كان فما مشروع على الساحة لو كان فما مشروع راني دخلت فيه لو كان فما مشروع هل هناك مشروع منقوس ولازم يكمل الفما عدة مبادرات قاعدة تصير كلها عندها أشياء إيجابية عدة مبادرات هل عندها حضوظ لكن المشكلة متاحها المشكلة متاحها أنها متنجمش تكون متحدة متشتكي ما هي اليوم هل نحكي على مثلا هذي قادرون اللي قالوا مصطفى كمال نابلي مبادرة قادرون اللي فهم أحمد نجيب شاب وغيره اللي قالوا معنا مصطفى كمال نابلي أنا تحدثت معاهم وخدمت معاهم ووصلت معاهم وتوصلت معا غيرهم مش هذا الأشكال أعتبر أنه المبادرة هذي وغيرها منقوسة إذا كان متجمعش مع بعضها جمعش كون مع شكون المبادرة فمعدد مبادرات فمعدد مبادرات وأحزاب اللي تشترك في التصورة متاحة تشترك في الأهداف متاحة هذه حسب رأي تنجم تتجمع وتنجم تقدم بديل واضح للتوانسة وعرض سياسي واضح اللي تكون فيه المواصفات اللي أحكيتك عليها ما تبدأش مبنية على شخصنا ما تبدأش مبنية تبدأ مبنية على برنامج وتبدأ مبنية على سلوك أخلاقي إذا كان هذا تتوجد وتتجمع هذا نجم ندخل فيه نفهم أنا ومكش بشو دخل قلكش أنا هذا العمل أنا مندخلش للعمل السياسي للدخول في العمل السياسي للظهور ولا للمنصب هذا مندخلوش مندخلش للعمل السياسي بش نتحصل حالة على أي منصب ما عنديش هدف هذا إذا كان نجم ونعتبر من نجم يكون فيه فائدة إذا كان مفيش المواصفات هذه العمل السياسي مفيش فائدة ونجم نفيد بطرق أخرى كما نكتب كتاب كما نقوم بمحاضرات كما نكتب مقالات نجم فما عشرين ألف حاجة الواحد نجم يفيد بها حب نختم معك عن ذاكرة أنه كتاب يخرج غدوة جيكروات وجور مصطفى كاميل نابلي خارج على دار أو صادر عن دار الجنوب للنشرة تقدم توقيع الكتاب هذا نهار سبت في مكتبة الكتاب بالمرصص والأخير التي حدا عم تسجل شغل يقول نعمش نقدم برنامج ابتساطي شنو رايك في فايدة دائما كل برنامج وكل أفكار جديدة تطرح فيها فايدة لكن مش حتى فكرة واحدة لا كتابي أنا ولا حتى أحد الحل هو في البرنامج أنا الفكرة الأساسية اللي حاب نقولها وأنه منجم مش نخرج ومكن نقولك أعمل بها تونس ونخرج بالتونس ديمقراطية وفيها تنمية راه منجم يخرج إلا بعمل جماعي في كل أطراف للأتحاد تونسي لشغل وحده ولأتحاد العرف وحده ولا حزب إيكس وحده ولا مصطفى نابلي وحده حتى حد منجم يحل هو أنه يلزم نلقع الطريقة أنه نجمع معناها المجهود متاعنا ونحلوه لأنه المجهود هذا نتفق على الحد الأدنى العام في ثلاث أشياء مترابطة مع بعضها ثلاث أشياء أساسية راه الجانب السياسي والخروج من الأزمة السياسية من نجموش نواصله بالأطعام السياسي متاع اليوم الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي راه مربطين بعضهم راه مكيف ما كان المفتاح الجانب السياسي راه يحللنا الباب والجانب الاجتماعي اللي يحللنا القفل والجانب الاجتماعي يحللنا الباب والاقتصاد نجم يخلينا نطلع الدروج شوية نطلع الفوق مش نجمو نطلعو مش نهبطو مش نهبطو اللوتا هذم ثلاث أشياء يجب أن تصير مع بعضها ونظرة شاملة وتوجه متكامل وفيه تشارك لأطراف الفاعلة لكلها السياسية واجتماعية واقتصادية إذا كان من عملوش هذا راه ملنجم مش نوصلو وكل المبادرة اللي قاعد نشوفها هاري جزئية كل حد يخذها من جانبه وذلك التي حاعد يقدم برنامجه إيجابي وجيد لكن مزوش نقفو في هذا حتى حد ما عنده الحل وحده راه فما حتى حد شكرا نجزير نسيما سأكامن شكرا كون ديفنا الفيديش شكرا شكرا